هنروح لأخبارنا وهنبتدي أيضا بكرة اليد المباراة القادمة لفريق الأول بالنادي الأهل لكرة اليد طبعا بكيادة ميستر ديفيد ديفيز هكون مع البنك الأهلي المباراة مهمة البنك الأهلي عامل طفرة جيدة جدا في الحقيقة في ألعاب كتير كرة اليد كرة السلة سيدات يعني وجود البنك الأهلي على الساحة برضو يعني ساهم بشكل كبير في يعني إثراء الدوري في بعض الألعاب المختلفة طيب المباراة هتيجي أمتى؟ بمباراة إن شاء الله هتكون بكرة في الجولة دي هتبقى الجولة التمنى بالمناسبة دي هتبقى الجولة التمنى طبعا في رقيتنا خاضت التمرين الأخير من ساعة وتحركوا المباراة التعمل في اسكندرية فتمرنوا من ساعة وتوكلوا على الله على اسكندرية المطش هيبقى بكرة زي ما قلت لحضراتكم الساعة كام؟ الساعة أربعة عصرا في صارة القوات المسلحة بسموحة في رقيتنا دلوقتي فرقية الأول لكرة اليد بقيادة مستر ديفيد ديفيس بيحتل الصدارة برصيد عشرين نقطة أيوة زي ما حضركم سمعين كده الحمد لله بعد فوزنا عن نادي الزمالك بقنا احنا بترتيب الصدارة هتفرق معنا أو هتفرق معنا هنخش الدور اللي بعد كده واحنا فرقين عن نادي الزمالك على الأقل نصف نقطة ده الوضع اللي احنا كنا فيه احنا السنة اللي فات كنا متأخرين بنصف نقطة عن نادي الزمالك طيب الفوز عندنا كان على مين كان على سموحة رايح جاي كسبنا سموحة رايح جاي وبعكاد عدلنا معه هناك وتكسبنا طلاق الجيش رايح جاي والبنك الأهلي ان شاء الله مباراتنا العودة بكرة ولكن الزهاب فوزنا فيه وسبورتينج زهاب فوزنا فيه والزمالك ذهاب فوزنا فيه يتبقى ان شاء الله الجولة التمنى والتاسعة والعشرة وبعد كده نطلع على الدور اللي بعد كده بإذن الله واحنا محتلين الصدارة نتملنا التركيز في المورات القادمة مهم جدا نخش في الوضع اللي رايحنا لما نوصل للموبره مع نادي الزمالك لما انت بتحتل الصدارة تبقى فالي نصف نقطة لما تجي في الدور اللي بعد كده ويبقى المطش الفايسة اللي بينك وبنادي الزمالك بيبقى عندك فرصة للتعويض يعني لو قدر الله لو خسرت بيبقى تلعب مطش فايسة إنما لو انت داخل تاني بيبقى المطش ده فاينا مطالب منك تكسب وترجع تكسب تاني فتبقى الموضوع صعب غير لما انت بحتاج مكسب وحيد وتفوز بالبطولة بيبقى الموضوع أسهل فإذا المباراة دي مهمة جدا عشان كده دايما بنيجي نشرح ونعيد ونزيد فيها عشان نوضح للسادة المشاهدين وكمان كل الدعاء والتوفيق لهذا الفريد حيئة بيتعبوا والولادة عايزين يعملوا حاجة خاصة عايزين يسعدوا جماهير النادي الأهل